اهلا ومرحبا بكم مع اخبار الرياضة والبداية مع الاخبار المحلية تنطلق يوم غد منافسات الاسبوع الخامس من دور المحترفين لكرة القدم باقامة ثلاث لقاءات ويستضيف فريق اتحاد الرمثة فريق الصريح على ملعب الامير هاشم في الخامسة مساء ويواجه شباب الاردن فريق الجزيرة على استاذ الملك عبدالله الثاني في السابع والنصف بينما يشهد استاذ الامير محمد بالزرقاء لقاء المنشية مع الوحدات الذي يسعى للعودة الى سكة الانتصارات من جديد بعد تعادله في الجولة الماضية امام الحسين اربد يواجه منتخب الناشئات الوطني لكرة القدم المنتخب الهندي غدا في ختام منافسات التصفيات المؤهلة الى كأس اسيا والمقامة حاليا في بنجلادش ويعتبر هذا اللقاء تحصيل حاصل لمنتخب الناشئات بعد ان فقد فرصة التأهل للنهائيات بعد خسارته امام بنجلادش وايران وتحقيقه فوزا وحيدا على الامارات وصل رصيد بعثة المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الى اربع ميداليات تضمنت ذهبية وثلاث برونزيات في دورة الالعاب الاسيوية المقامة حاليا بكوريا الجنوبية واحرز الميدالية الذهبية لاعب رفع الافقال عبد الكريم خطاب بفوزه في مسابقة وزن 72 كيلو جرام وتمكنت اللاعبتان مهل برغوثي وختام ابو عوض من الفوز ببرونزيتا كرة الطاولة الفردية بينما حصل اللاعب عامر العبادي على برونزية مسابقة دفع الكرة الحديدية وفي دور الناشئين لكرة القدم لكرة السلة حقق فريق العلوم التطبيقية فوزا ساحقا على نادي الحرية التطبيقية حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 70 نقطة مقابل 16 في فارق وصل إلى 54 نقطة كاملة وأقيمت المواجهة بينهما على صالة الأمير حمزة في المدينة الرياضية قاد النجمان ليون الميسي ونيمار دي سيلفا فريق برشلونة إلى فوز ثمين على أيكس أمستردام الهولندي ضمن مباريات دور أبطال أوروبا لكرة القدم وأنهى برشلونة اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وأكد المدير الفني الكتالوني لويس إمريكيا على أهمية هذا الفوز بعد الهزيمة التي مني بها في الجولة الماضية أمام باريس سان جرمان الفرنسي وفي لقاء آخر سحق فريق بين ميونيخ الألماني مضيفه روما الإيطالي وبسبعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما وأجاب بيب جورديولا المدير الفني للبايرن بعد اللقاء أنه برغم الفوز على روما إلا أن الفجوة بالمستوى ليست كبيرة بين الفريقين كما يعتقد البعض مؤكدا أن الهدفين المبكرين لفريقه زادا من الضغط على أصحاب الأرض مما سمح لهم بتسجيل هذا العدد من الأهداف يستقبل مساء هذه الليلة فريق ليفر بول الإنجليزي نادي ريال مدريد المتوج بلقب دور أبطال أوروبا الموسم الماضي ويدخل الفريق الملكي هذا اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد ست نقاط كاملة ويسعى المدير الفني كارلو أنشلوتي إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة التي تعتبر البروفي الأخيرة لريال مدريد قبل خوض لكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت القادم في الدوري الإسباني ترجمة نانسي قنقر